أعلنت وزارة الصحة البرازيلية إن عدد الحالات المؤكدة والمشتبه بها لمواليد جدد يعانون من حالة صغر حجم الرأس المرتبطة بفيروسيزيكا في البرازيل ارتفع إلى أكثر من أربعة ألاف وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الاثنين الماضي حالة طوارئ دولية بعد الانتشار السريع لفيروسيزيكا الذي ينقله البعوض والذي تقول السلطات البرازيلية إنه يسبب تشوهات في أدمغة المواليد الجدد وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الخدمات الصحية والبشرية في مقاطعة دولاس اكتشاف أول حالة بإصابة بعدوى فيروسيزيكا نجمت عن اتصال جنسي وظيفة أنها تلقت تأكيدا بالعدوى من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها